نور الهدى صاحبة الخمسة عشر سنة ختمت القرآن الكريم في الثاني عشر ربيعا من عمرها بعد أن وجدت دعما من والديها وأصبحت اليوم نابغة في حفظ كتاب الله بالكامل تلاوة وتجويدا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا بالنسبة لرحلة مع القرآن الكريم بدأت كان عمري أربع سنوات حيث في البداية كنت أحفظ القرآن الكريم مباشرة من المصحف وبفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بفضل والدي الحمد لله أنا ختمة لكتاب الله سبحانه وتعالى يعني ختمته في سن ثاني عشر من عموري شرعته في مشروع أحكام التجويد والحمد لله الذي أتم علي نعمته نور الهدى طالبة ثانوية متفوقة في دراستها ومن القرآن الكريم أكسبت تحصيلا دراسيا وكان لها حفظ كتاب الله دعامة لمصارها التربوي القرآن الكريم يساعد كثيرا في التحصيل الدراسي من أراد أن يتفوق في الدراسة فعليه بالقرآن الكريم شاركت في عدة مسابقات منها محلية كمسابقة مسجد الفضل والثيلاني مسابقة بلاء بالقرآن ومسابقة أخرى طموحات هذه المتعلمة أن تصبح طبيبة بعد أن تكمل دراستها بالإضافة إلى أمنيتها في الولوج على علوم الشريعة أتمنى أن أكمل الرواية العشر وأن أصير جماعة للقرآن العشران إن شاء الله أما بالنسبة لخارج من القرآن الكريم فأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أصل إلى طبيبة في أمراض القرب إنها التلميذة التي صنعت التمييز في عالم الدين والدراسة في وقت واحد وهذا بفضل عزيمتها وإرادتها مؤشرات بمستقبل ناجح ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكفرين عسيرا صدق الله العظيم